ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم لماذا أقرأ القرآن؟ إن هذا حرف النون حرف ساكن قبله همزة مكسورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة على شكل تعليقات أسفل هذا الفيديو اقرأ ورقا ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في حلقة جديدة ضمن برنامج تيسير التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرخ تحدثنا أيها الإخوة الأكارم في الحلقة الماضية عن مد البدل وعن مستثنيات مد البدل فقلنا أن مد البدل هو المد الذي يقدم فيه الهمز على حرف المد وأعطينا أمثلة لهذا المد سواء أكان الهمز ثابتا أو كان مغيرا بنقل أو تسهيل أو إبدال ثم ذكرنا أن ورشا رحمه الله تعالى له عدة مستثنيات في هذا الباب أجملها العلماء في سبع حالات أربع كلمات وثلاث قواعد أما الكلمات الأربع فهي كلمة إسرائيل وكلمة يواخذ وكلمة عاد اللولى بصورة النجم وكلمة آلان في موضعين بصورة يونس أما القواعد فالقاعدة الأولى هي أن يأتي الهمز بعد حرف صحيح ساكن متصل والقاعدة الثانية هي الألف المبدلة من التنوين المنصوب في حالة الوقف والثالثة هي حرف المد الذي يأتي بعد همزة وصل في حالة الابتداء كل هذه الحالات تعتبر من استثناءات مد البدل وختمنا الحلقة بسؤال وهو استخرج من قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إلى قوله تعالى وكنت من المفسدين في صورة يونس جميع الكلمات التي ورد فيها مد بدل إذا نبدأ على بركة الله يقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل إسرائيل أول كلمة في هذه الآية ورد فيها مد بدل ما هو الحكم؟ القصر فقط لماذا؟ لأن كلمة إسرائيل من مستثنيات مد البدل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو عدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت آمنت هذه الكلمة فيها مد بدل يجوز فيها الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والإشباع قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت آمنت كلمة فيها مد البدل يجوز فيها الأوجه الثلاثة آمنت به بنو إسرائيل إسرائيل كلمة فيها مد البدل لكنها من المستثنيات آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلانا آلانا كلمة فيها مد البدل في لانا لانا لكنها كذلك من المستثنيات إذن خلاصة الكلمات عددها خمسة آلانا وإسرائيل مرتين كل هذه من مستثنيات مد البدل ثم فعل آمن مرتين ويجوز فيه الأوجه الثلاثة إذن هذا ما يتعلق بمد البدل اليوم إن شاء الله تعالى سنستأنف الحديث عن المدود التي لها علاقة بسبب الهمس وسوف نتطرق إلى نوعين آخرين إن شاء الله تعالى النوع الأول يسمى بمد الصلة الكبرى مد الصلة الكبرى ما معنى مد الصلة الكبرى؟ هذا المد له علاقة بدرس هاء الكناية ومعناه أن هاء الضمير أو هاء الكناية الذي يصله ورش رحمه الله تعالى إذا جاء بين حركتين يضاف إليه شرط آخر وهو أن يأتي بعده همز إذن ما هو مد الصلة الكبرى؟ هو أن يأتي هاء ضمير بين متحركين وبعده همزة قطع ما هو الحكم عند ورش رحمه الله؟ الحكم هو المد بمقدار ست حركات ومن الأمثلة على هذا المد قوله تعالى مثلاً ولا يشرك في حكمه أحداً ولا يشرك في حكمه أحداً فلو تأملت أخي الكريم في قوله تعالى حكمه ستجد أن الها هاء زائدة لأن أصل الكلمة هو حكم فحكمه فيها هاء كناية جاءت بين متحركين حكم ثم أ جاءت بين كسرة وفتحة إذن جاءت بين متحركين ثم جاء بعدها همزة قطع في حكمه أ أحداً إذن ما هو الحكم؟ المد بمقدار ست حركات نقرأها هكذا ولا يشرك في حكمه أحداً سبحانه وتعالى هذا أيها الأفاضل هو الذي يسمى بمد الصلة الكبرى إذن تحدثنا أيها الأفاضل عن المد الفرعي الذي سببه الهمز وقلنا أن فيه خمسة أخسام وبحمد الله تعالى أنهينا الآن أربعة أقسام بدأنا بالبد المتصل ثم بالمد المنفصل ثم بمد البدل ثم بمد الصلة الكبرى ولم يبقى لنا إلا المد الأخير وهو المسمى بمد اللين المهموز مد اللين المهموز ما معنى مد اللين المهموز؟ سبق لنا أيها الإخوة الكرام في بداية درس أحكام المد أن قلنا أن الواو واللياء إذا كان ساكنين وكان قبلهما فتحة فإنهما يسميان بحرفي لين فقط ومنه أخذنا مد اللين إذا ما معنى مد اللين هو أن تأتي الواو أو الياء في كلمة ويكون الواو واللياء ساكنين وقبلهما فتحة عندما تقرأ في القرآن كلمة فيها واو ساكنة أو ياء ساكنة وقبلهما فتحة فهذا يسمى بمد اللين ما معنى مد اللين المهموز؟ يضاف إليه شرط آخر وهو أن تأتي بعده همزة إذا واو أو ياء ساكنة قبلهما فتحة وبعدهما همزة مثلا كلمة سوأة سوأة فيها مد لين مهموز لأن الواو ساكن قبله فتحة وبعده همزة كلمة كهيئة كهيئة فيها ياء ساكنة قبلها فتحة وبعدها همزة هذا هو الذي يسمى بمد اللين المهموز قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى والواو والياء متى سكنة ما بين فتح وهمز مدة والواو والياء متى سكنة ما بين فتح وهمز مدة كم هو مقدار المد لورش رحمه الله تعالى وجهان في مد لين المهموز وهما التوسط والإشباع التوسط بمقدار أربع حركات والإشباع بمقدار ست حركات لكن المقرؤ به والمقدم في الأداء هو القراءة بأربع حركات قال ابن بري رحمه الله تعالى والواو والياء متى سكنة ما بين فتح وهمز مدة له توسطا له توسطا أي لورش رحمه الله تعالى التوسط في مد اللين المهموز هذا المد أيها الأفاضل مثل مد البدل له بعض المستثنيات وهذه المستثنيات عددها ثلاثة ثلاث كلمات وقع فيها الاستثناء في هذا المد الكلمة الأولى هي كلمة الموؤودة في صورة التكوير قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت هذه الكلمة فيها مدين مد اللين المهموز وإذا الموؤ وفيها مد البدل أودة الذي يهمنا الآن هو مد اللين المهموز هل نقرأ هكذا وإذا الموؤودة أم نقرأ بدون مد هذا هو الذي نناقشه كلمة الموؤودة بالنسبة لورش رحمه الله فيها استثناء في مد اللين المهموز بمعنى لا يجوز لك أيها القاري أن تقرأ كلمة الموؤودة لا بتوسط ولا بإشباع مد اللين المهموز وإنما تقرأه بالقصر فقط يعني بحركة واحدة هكذا وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت أما مد البدل أودة فيجوز فيه القصر والتوسط والإشباع والمقدم عند المغاربة كما أشرنا هو التوسط إذن الكلمة الأولى هي كلمة الموؤودة الكلمة الثانية أيها الإخوة الكرام هي كلمة موئلة وقد وردت في صورة الكهف قال الله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة هل نقرأها بالمد أم نقرأها بالقصر هذه الكلمة من المستثنيات لذلك نقرأها بالقصر هكذا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة موئلة لا تقرأها بالتوسط موئلة خطأ فهذه الكلمة من المستثنيات قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى وقصر موئلا مع الموؤودة وقصر موئلا مع الموؤودة أشار رحمه الله تعالى أن كلمة الموؤودة في صورة التكوير وأن كلمة موئلا في صورة الكهف فيهما وجه القصر فقط الكلمة الثالثة والأخيرة هي كلمة سوآت سوآت بصيغة الجمع أما إذا كانت بصيغة الإفراد فليس فيها استثناء بمعنى لو قرأت قوله تعالى في صورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأنت ستقرأها بالتوسط أم بالإشباع لا حرج في ذلك ولا خطأ في ذلك لكن إذا قرأت في صورة الأعراف هذه الكلمة بالجمع فليس لك سوى القصر أما إذا قرأت هذه الكلمة بصيغة الجمع في صورة الأعراف سوآت فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما سوآتهما عندما تقرأ هذه الكلمة فأنت تقرأها مستحضرا أن فيها خلافا بين القراء عن ورش رحمه الله وخلاصة هذا الخلاف أن القارئ مخير بين أربعة أوجه القارئ في كلمة سوآت بالجمع يقرأها بأربعة أوجه الوجه الأول هو أن تقرأها بدون مد في الليل المهموز سو بدون مد ولك الحق في أن تقرأ البدل آت في نفس الكلمة بثلاثة أوجه بالقصر والتوسط والبدل هكذا بدت لهما سوآتهما بدت لهما سوآتهما بالقصر أو بالتوسط بدت لهما سوآتهما أو بالإشباع بدت لهما سوآتهما إذن إذا قرأت ما الدليل المهموز بالقصر فيجوز لك في البدل ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع وما دمنا نقرأ بالتوسط بمعنى يجوز لك أن تقرأ سوآتهما هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني إذا قرأت سوآت بالتوسط في مد الليل المهموز فليس لك في البدل إلا وجه واحد وهو التوسط هكذا بدت لهما سوآتهما وما دام المغاربة يقرأون مد البدل بالتوسط فتفهم أنه يجوز لك في كلمة سوآت الوجهان القصر والتوسط هكذا بدت لهما سوآتهما أو بدت لهما سوآتهما وقد جمع الإمام ابن الجزري هذه الأوجه الأربعة بقوله وسوآت قصر الواوي والهمز ثلثا ووسط هما فالكل أربعة فدري قال رحمه الله تعالى وسوآت قصر الواوي قال لك إذا قرأت الواوي بالقصر فيجوز لك في البدل ثلاثة أوجه وسوآت قصر الواوي والهمز أي البدل والهمز ثلثا ووسط ووسط أي ووسط مد اللين المهموز ووسط البدل فالكل أربعة فدري أي فالكل أربعة أوجه هذا ما يتعلق أيها الأفاضل بمد اللين المهموز ومستثنياته إذن بعد أن أنهينا مد اللين المهموز نكون بذلك قد انتهينا من المدود الفرعية التي سببها الهمز وعددها خمسة المتصل والمنفصل والبدل والصلة الكبرى ومد اللين المهموز لم يبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نعطيكم بعض الأسئلة لكي تجيبوا عنها سوف أعطيكم بعض الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم أقصد مد الصلة الكبرى ومد اللين المهموز السؤال يقول استخرج المدود الواردة في هذه الآية قال الله تعالى وما يكذب به إلا كل معتدين الثيم الآية الثانية قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت الآية الثالثة قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد قبل أن نختم الحلقة أيها الإخوة الكرام سوف نقرأ الجزء المقرر لهذه الحلقة وهو صورة الانفطار من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت علمت نفس ما قدمت وأخرت يَا يَا لَمَّا شَاء رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ هذه الحلقة ونكون قد أنهينا معها المدودة الفرعية المتعلقة بسبب الهمز نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد